في إطار الأنشطة الثقافية لمنتدية وكشوط الثقافية شهدت مقاطعات ولاية وكشوط الغربية ليلة البارحة عدة سهرات فنية وثقافية بحضور وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان وقد مكنت هذه الفعاليات ثقافية الشباب من المشاركة الفاعلة في مختلف أنشطة المنتديات وعززت حضوره الثقافية في مختلف مضامين هذه الأنشطة اشتراك الشباب في جهود تنمية المحلية كان الشعار الأبرز الذي ترفعه منتديات وكشوط للثقافة والشباب والرياضة بعد إسدال الستار على النسخة الثالثة من المنتديات هنا يشارك وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان أحمد سيد أحمد دجة سكان بلدية الكسر فرحت الختام تحت أنغام الموسيقى التي ترسم لوحة الوحدة الوطنية بعيدا عن التنافر في ليالي الواجشوط أيقظت في نفوس حب الوطن والتطلع إلى مستقبل أفضل يجمع الحيوية والخبرة لكن سؤالا يطرح نفسه كيف سيستفيد الشباب الموريتاني من مخرجات منتديات الواجشوط أكد لجميع الشباب الذين شاركوا على التزام القطاع قطاع الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان بأخذ مقترحاتهم واقتراحاتهم وتوصياتهم بعين الاعتبار في السياسات العمومية والسياسات الحكومية سواء على مستوى القطاع أو على مستوى مختلف قطاعات الوزارية التي تدخل في اهتمام الشباب أخذ جميع المقترحات التي تقدموا بها من أجل رسم سياسة تلبي طموح الشباب في ولاية الواجشوط الغربية اختلف اختتام المنتديات فبلدية تفرغزينة أرادت للختام أن يكون مسابقة في مجال المسرحة فازت بها فرق قدمت معالجات لقضايا الشباب في طليعتها أمواج الهجرة وعواصف التطرف والغلو بلدية تفرغزينة عنها ستظل حريصة على العمل على تحقيق مخرجات هذه المنتديات وعلى مواكبة الشباب ومواكبتهم في المجالات كلها الرياضية والثقافية بجميع مستوياتها وفي بلدية السبخة لم تكن الليلة الأخيرة إلا كسابقاتها حضور قوي للفن والثقافة واهتمام واسع ببشاكل الشباب وفي صدرتها التشغيل هذه المشاكل وضعت على طاولة النقاش لإيجاد الحلول أهم الكثير من إشكاليات القضايا التي تم طرحها وجبرة حلول على مستوى النقاش مع الشباب كيف قضية الهجرة، كيف قضية البطالة، كيف قضية التكوين المهني كيف قضية التعليم مدرسة الجمهورية هذه أهم القضايا التي تمكنت الجماعة والشاركين كلهم من نقاشها مع الناس التي قاموا بالمتقى ومتم أيضاً إعطالها حلول جذرية هي النسخة الثالثة إذن من منتديات واكشوت للثقافة والشباب والرياضة يسدل ستارها في انتظار تطبيق مخرجاتها بما يدمج الشباب في الحياة النشطة ويقيه مخاطر تتربص به الدوائر محمد عمر بلول الموريتانية